طيب خلينا نروح بعد كده ليه التايكوندو التايكوندو خبر مهم وحدث كبير بيحصل لأرض مصر دلوقتي 35 دولة تشارك ببطولة مصر الدولية تايكوندو بالعاصمة الإدارية في القاهرة بطولة مصر الدولية لتايكوندو بدأت مبارح على ملاعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية وبيشارك فيها 35 دولة او والله ازا ما اقول لك كده النسخة دي هي النسخة رقم 7 من بطولة مصر الدولية والتي تتلعف في الفترة من 11 وحتى 15 فبراير اللي احنا فيه وبيشارك فيها 716 لعب ولعبة وبعد انتهاءها بيوم هتتلعف بطولة مصر الدولية الأولى لدولة احتياجات الخاصة بارة تايكوندو وهتبقى يوم 16 من نفس الشهر وبعدين مصر هتصدق بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي وهتتلعف على يومين 17 و18 فبراير اللي احنا فيه بمشاركة 242 لعب ولعبة برضو من 35 دولة وعشان نعرف اكتر طبعا عن البطولة دي وتنظيمة يكون معنا المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري تايكوندو اهلا بيك سات المستشار اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بمشاهدينك الكرام وبقناتك والمحترمة العرجة اهلا وسهلا سات المستشار طبعا ما ينفعش يعني ابدا نغض الطرف عن حدث كبير زي ده في وقت بتشارك فيه 35 دولة في لعبة من الألعاب اللي لها تاريخ أولومبي كبير كلمنا عن البطولة وكلمنا عن امت حظينة بشرف يعني تنظيمها لانها بقالها ست نسخ قبل كده وتاريخ البطولة دي سات المستشار والله بفضل الله الحمد لله يعني احنا من بداية دولينة المسؤولية كنا حرصين على العودة لقامة بطولة مصر الدولية لان كان توقفت لمدة أربع سنوات من كان آخر نسخة لنسخة السبتة اتعاملت في الغرداء في 2016 في 2019 ولكن طبعا احنا ابتدنا نخطط في ان احنا نرجع تاني مصر في التايكوند والاستدفق للطولات الدولية والعالمية وورده من منطلق يعني كلمة سيادة الرئيس عبدالسلتح سيسي ان الرياضة أمن قومي وحرصنا ان احنا نفيد بلدنا والناس اللي تيجي تشوف العاصمة الإدارية والتفاق فيها والمشيئات السياحية والرياضية فيعني انا اتكلمت مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد العربي وتم الاتفاق على العودة للمشخة السابعة لبطولة مصر الدولية مع كمان اضافة بقى متميزة وهي بطولة مصر الدولية الاولى للقرى تايكوندو وطبعا يعني معروف اهتمام القدرة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بزاول همم بقاس الدكتور أشرف صبحي بزاول همم مع كمان اضافة بطولة متميزة الاول مرة بتحصل في افريقيا كلها وهي بطولة كأس الرئيس او بما نصح كأس الرئيس الاتحاد الدولي عن القرى الافريقي فالكوكتيل ده كله اه كان مؤداء ان اي لاعب اه هيشارك في البطولة هيضسل تصنيفه باذن الله تلاتين نقطة تلاتين نقطة دي بالنسبة لاي لاعب اولمبي او بطل عالمي ده حلم طبعا يعني البطولة القرية سواء بطولة اسيا بطولة افريقيا بطولة اوروبا بتدي اربعين نقطة فاحنا الحمد لله بفضل تعالى بننظم حدث على ارض مصر في العصامة الادرية من زي ما حضرتك تفضلت قولت من يوم حداشر ليوم تمنتاشر حدث بيدهم تلاتين نقطة وعشر نقطة كمان للبار طب يعني ساتم السسار كمان على هامش البارة التلاتين نقطة دول اي حد هيشارك لاي حد هيحقق مداليا يحقق مداليا تلاتين نقطة لاي حد يحقق مداليا اه وكل مداليا ليها نقطة يعني حاجات تفصيلية طبعا يعني على هامش طبعا بطولة البارة تايكوندو برضو الاول مرة هيبقى في دورة دولية حاليا وفد النهاردة ووصل وفد من الاتحاد الدولي بتايكوندو لتصنيف اللاعبين وتدريب المدربين من مختلف الحق العالمي المشاركين على طريق التصنيف لعدين البارة لان كل تعاقة ولها تصنيف ولها لعبة طبعا صح من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي عن قارة اوروبا في تركيا الحمد لله عملنا تلات مداليات مداليتين برونز ووحدة فضل ما شاء الله يعني فريق يعني المصنف يعتبر حاجة جيدة جدا يعني احنا عندنا حاليا المصنفة الثالثة على مستوى العالم في البارة تايكوندو ما شاء الله ما شاء الله بسات المشاركة طب بسات المشاركة احنا اتكلمنا على المشتوى التنظيمي عايز اروح على المشتوى الفني طبعا احنا عندنا هل لعبتنا في التايكوندو النهاردة اللي مشاركين في بطولة مصر الدولية دي شايف يعني حظوظهم ايه هل عندنا حظوظ عالية هل شايف ان احنا يعني ممكن نجيب مدالية في البطولة دي ولا شايف ان دي اعداد لحاجة تانية اكبر احنا بنجهزهم لمصر الدولية من من بعد بطولة العالم للكبار في المكسيك في شهر 11 كان الحمد لله ربنا وفعنا في بطولة العالم في المكسيك وعملنا مداليا برونز على يد بطولنا الوليمبيا علامة في فيسا والمداليا دي كانت غايب عن التايكوندو المصري من 9 سنوات من بعدها على طول روحنا بطولة الجايزة الكبرى النهائية في السعودية الحمد لله عملنا فيها مداليا برونز لسه منتخب الاول عندنا لسه راجع من بطولة كاس العرب وبطولة الفجيرة الدولية وعشرة في الفجيرة بالامارات العربية المتحدة لسه هم راجعين يوم الاربع اللي فات الحمد لله عملنا 11 مداليا وترتيب عام تاني على مستوى كل الدول ولكبقى حضرتك ان تتخيل بطولة هناك في الفجيرة وتنظيم للنسخة العشرة كل الدول جاي حب ان هي تشارك اسيا بالكامل بما فيها شرق اسيا بما فيها كوريا بما فيها ايران بما فيها الدول القوية في اللعبة كانوا موجودين والحمد لله ربنا كارمنا ب11 مداليا وكنا بنقول ان دي مرحلة مهمة جدا جدا في الاعداد لمصر الدولية فان شاء الله الولاد راجعين مركزين من نزلوا من الطيرا على معسكر مغلق وهيدخلوا المدينة الاولمبية في العاصمة الادارية بكرة بإذن الله تعالى استهدادا للميزان لميزان اول يوم واللعبة بإذن الله زي ما حضرتك اتفضلت الاول وقلت يوم 14 و15 حضرتك معاكل الاجندة التفصيلات طبعا أنا مش عارف الكلام ده تصرب ازاي لا احنا متابعينكم جامد جدا ووسيف كان ضفنا هنا بعد ما جاب مداليا الولمبية وكنا سعداء جدا بيه وانتم من الاتحادات بقى منا اللي شغالة برضو سات المستشار واحنا دايما يعني وقفين بشكل كبير مع الاتحادات اللي عايزت يعني دايما تجيب مداليا المصر ودي حاجة بسعدنا كلنا أنا عاوز أقول حضرتك يعني أولا البلد كل الجاية المسؤولة الحمد لله في دور الاتحاد بتدعم البطولة بتدعم نجاح البطولة اللجنة الولمبية اللجنة البرلمبية طبعا وزارة الشباب والرياضة الوزارة الداخلية كل الناس أكيد البطولة محطة اهتمام كبير جدا ومحطة يعني للأنظار على مستوى أفريقيا والعالم كله احنا الحمد لله يبدأ يتوافد عندنا لأول مرة من سنين طويلة أغلب رؤساء الاتحادات جايين كل رئيس الاتحاد جاي هو رئيس الوافد طبعا عشان حريص إنه هو يكون متواجد في هذا الحدث طبعا احنا النهاردة بنستقبل رئيس الاتحاد الافريقي نايا برئيس الاتحاد الدولي بنستقبل رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد دول الألعاب البحر المتوسط في عندنا بإذن الله تعالى خفل افتتاح البطولة يوم 15 بتشريف سيد الدكتور أشرف صبح وزير الشابق رادا وسيد المهندس عشان حطب رئيس اللجنة الانتحاد المصرية ولفيف من رموز الرادا المصرية هيبقى بإذن الله تعالى معانا ناس من أعضاء المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي لا ما شاء الله سيادة المستشار أنا مش عايز أقول لحد ذلك يعني مجهود تشكروا عليه وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبات مصر سيادة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصر تايكوندو عبر الهاتف بشكرك شكرا جزيلا